القرضة الحسنة أنا حصلت لي واحد محتاج وتسلف مرة في قلة وقال أبي الشيخ أكتب بيننا المهم قال وش أكتب يقول الشيخ قال أكتب قرضة حسنة قال رعي الفلوس هذه لا يا شيخ ما هي عطا هذه قرضة حسنة هذه قال قرضة حسنة معروفة عطا لكن هذا سلف سلف نكتبها سلف تفرق بين قرضة حسنة وتفرق بين مثل حسنة وسلف هذا بعضنا قرضة حسنة قرضة هي خلط قد يكون إنها خلط ما لها رجوع لكن مثلا يقول هذه سلف خلص وجزها الله خير اللي سلف وجميع ما يحصل له من الخير ولا رزاك كل ابوها وين صندوق حسنات هذا الرجل فالإنسان مثل يقدر على شيء عندنا الوقف يا أخواني أمره عظيم على ناس المستقيمين تبارك الله وخادمين الله يجزهم خير أنا دارين عندهم أشغال وعندهم مثل سفر للمدينة ومشوار طويل لكنهم مثلا تفروا وين لهذا الوقف وحريصين الله يجزهم خير هذا من ضمنهم اليهوب علي يجزهم الله خير رايد الجهاني الله يجزهم خير شاكرين ومقدرين جهوده ووز ملاه ويأخواني والله ما تنفوت هذا الخير وهذا الرزق وهذا الوقف الأول والحمد لله كما المكة الثاني إن شاء الله اليوم ما يحتاج بالمدينة بإذن الله ونرجي من الحية القيوم المزيد ويأخواني ترى كل شيء الإنسان يخسر إلا الوقف إلا الصدقة هذه لما أنك قادرت ها الدنيا لا إله إلا الله ما لك إلا ما قدمت أما به ها الدنيا ها يتعبر نفسك لكن لما يقول أزلفت بك الأمور تراك الزهابك اللي قدام الله يجزاكم خير ويحسن على المحسنين وفق الموفقين هذا ما نقول والقصة جيبها شوي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أيكم إليه أحب ماله الذي معه أما الذي مع الآخرين قالوا لا والله يا رسول الله هل لي معنا هل لي معنا فما قدمت فهو لك وما أخرت فهو لي وارثك أسألا الله المستعان بينا متعلينا أنا أذكر يعني أحد رجالات الأعمال جاء صديق الله في يوم تعشوا واللي منهم بالخير كان تعالى في الرجك في الحديقة والقصر وهذا ففرجه قال في حاجة ناقصة الله نسيتها قال وش هي ها قصر شيء قال لا في شيء ناقص أنا لله هل بنيت مسجد لله سبحانه وتعالى هل كفلت تهم هل فعلت فعل الخير عشان تقدم إلى آخرتك قال لا والله والله لا بنيت مسجد ولا كفلت تهم ولا حتى الصدقة الله المستعان فمن هذا المنطلق يعني تعثر الرجل وبنى مسجد ومنطلق في فعل الخير وما هي إلا ستة شهر إلا واخذ الله أمانته الله الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر